بعد سلسلة الشائعات التي ساحبت إضراب طلبة السيدلة وطب الأسنان وعن إمكانية إقرار سنة بيضاء نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطهر حجار الأمر جملة وتفصيلا موضحا إمكانية استدراك الدروس الضائعة شهرية جويلية وسبتمبر المقبلين الوزير حجار كشف أيضا عن التحذير لمسابقة وطنية سيتم بمشابها فتح ثلاثة آلاف منصب مالي قبل نهاية السنة منصب ستوزع على الجامعات وستقوم الجامعات بتوضيف الأسنان مثل سنوات العادية وأكد وأكرر بأن قطاع التعليم العالي والقربية وكل هذه القطاعات الحساسة ليس فيها تقشف وإنما فيها ترشيد في سياق آخر فندى وزير التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية استغلال الحرم الجامعي لنشاط الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية المرتقبة قالون يمنع أي نشاط سياسي تأخذ الجامعة وأنا أمنعه بما في حزب جميع التحرير وبخصوص التحذير للموسم الجامعي القادم كشف حجار عن جملة من الإجراءات والتي من بينها تقليص الرغبات المقترحة على الطالب من ستة إلى أربعة بالإضافة إلى إدراج عروض تكوينية جديدة وذلك بهدف ضمان الجودة في التعليم مات